أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين تسعة وعشرين تشرين الثاني نوفمبر القمر ما زال موجود بالعذراء في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الغفر وهي للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل النفي طبعا القمر اليوم فيه خلوه مسار رح يكون رح ينتقل القمر من العذراء في ساعات الصباح لبرج الميزان بما أنه موجود بأغلب الوقت في برج العذراء فمنعود الآن لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها وجود في هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحول المهدئات موسع نقطيناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت متشكلة طبعا اليوم في ثنتين رح يكون ذروتهم ولكن بالنسبة للتأثيراتهم لسه موجودة اللي هي أول زاوية زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي ذروتها حكينا يوم ثلاثين أحد عشر هي مستمرة لغاية واحد اتناعشر هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور يعني بتعطينا طاقة أو طاقة عقلية وفكرية إنه نحلل الأمور بسهولة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي ذروتها يوم ثلاثين أحد عشر هي مستمرة لغاية أربعة اتناعشر هاي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس برضو إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي ذروتها يوم ثلاثين أحد عشر برضو هاي مستمرة لغاية يوم أربعة اتناعشر بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين إلنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس برضو بين الزهرة وبين المريخ هاي زاوية مهم فصلة تأثيراتها لغاية يوم تسعة عشر اتناعشر عادة بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وكل الأوقات اللي أنا بذكرها بتوقيت جرينيتش وهاي زاوية بما أني بذكرها معناته تأثيرها طول اليوم بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين هاي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 12 دقيقتين بعد منتصف الليل الليلة هاي اللي هي الأحد على الاثنين بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة ثمانية وأربع وخمسين دقيقة صباحا بينتقل القمر بعديها لبرج الميزان هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية اللي رح تأثر علينا في فترة خلو المسار قبل الانتقال الكامل اللي هي الزاوية اللي كنا نذكرها خلال أيام الماضية اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية بين الشمس وبين عطارد ذروتها اليوم الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش رح يستمر تأثيرها طبعا لغاية يوم خمسة اتناش وعادة عند حدوث هذا الاتصال اللي هو الاقتران بين الشمس وعطارد بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعب علينا أو تعذر علينا فهمها في الفترة الماضية بيزداد التوجه لإجراء اتصالات وتنقلات سفريات ضرورية الساعة ثمانية وأربعة وخمسين دقيقة صباحا طبعا القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في الميزان فعشان هيك بتصير هاي الفترة أفضل عاطفيا لا تعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر أو لمصالحات مثلا منكون اجتماعيا أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة بنعتبرها فترة بننجح فيها بأعمالنا الفنية بجدارة وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة برضو هاي تأثيرها ذروتها اليوم وهي مستمرة طبعا راح تظل لغاية يوم 2-12 هي ذروتها ساعة 2-9 دقائق بعد الظهر بتعزز الخيال الخصب عندنا وخصوصا في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث عندنا بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون الساعة 10 و44 دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنسبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية بين الخمر وبين عطارد وهي راح تكون في تمام ساعة 11 و33 دقيقة مساء هاي تأثيرها الزاوية تقريبا ببدأ من ساعات الظهر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا الأعضاء اللي اليوم راح نحس أنه هي أكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها عناية إضافية أول إشي الكلا الحالب المثانا تقريبا الأوردة الجلد كأعضاء اللمس مثلا الأجزاء اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا فترة خلو المسار لا ينصح بإجراء عمليات جراحية إلا للضرورة والأمور الطارئة جدا طبعا هاي خارج عن إرادتنا ولكن اللي بإيده في فترة خلو المسار ما يعمل عملية العمليات الجراحية ما بعد خلو المسار الأعضاء هاي اللي ذكرناها ما نقربهاش بالعمليات الجراحية باقيها أي عمليات أخرى فهي ما في أي مشاكل بالنسبة لهذا اليوم العمليات التجميل بعد انتهاء خلو المسار ممتازة لأمور الحقن والجراحة التجميلية لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ لا تصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل ولكن ما أخذ بعين الاعتبار اللي هو البندول او البرستيمول كل ست ساعات حبتين بيكون افضل لمدة ثلاث أيام بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الميزان رح يستقر اليوم خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة يوم واحد اتناعش بيبدأ في تمام الساعة أربعة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة أحداش وخمس وخمسين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعديها لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال خمس وعشرين يوم في تمام الساعة أحداش وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بيصبح ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ولكن من ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية القمر في العذراء وبده ينتقل للميزان ورح يمكث في الميزان لغاية يوم واحد اتناعش هو الآن سعيد بنسبة خمستاش في المية في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في القوس حتى يوم ثلاثة اتناعش سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعة اتناعش سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش سعيد بنسبة خمستاش في المية زوحل في الدلو حتى يوم اربعة ستة منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلاج المسائل الطارئة ممكن اليوم تتوصلوا لاتفاقية ابحث عن حليف أو عن داعم بالنسبة لك وتجنب الإساءة إلى الأصدقاء والشركاء وبدكوا تديروا بالك أهم شيء على أموركم الصحية ما فيه شيء بخوف ولكن يعني بدكوا تنتبهوا على صحتكم في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك بالفترة هاي بكون قوي والعرقيل بتستفزك طبعا السبب أنه القمر الآن في مراحل المقابلة لإلك وهذا الإشي بضعف من طاقتك فعشان هيك بدك تكون منتبه لهاي النقاط برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباءكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم اليوم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا لأنه اليوم رح تشعر بالطمأنينة والراحة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل للبيت السادس فبيبدأ العمل بتراكم تدريجيا عندكم فعشان هيك بدك تنتبهوا لصحتكم لأنه الواجبات رح تكثر عليكم أو ما تقدروا تنجزوها بالكالم الكامل وبتصعب عليكم ممكن تضطر لعمل وقت إضافي فعشان هيك بدك تحاذروا من تقصير بالعمل أو خلافات ما بينكم بين زملائكم بالعمل وتحاذروا برضو من المشاكل الصحية بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعر ببعض الأحزان أو التعب وتبحث عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة أما في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل وصير في بيت الحظ بيت العاطفة فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء إنك تلطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها اليوم تقدر تعمل مصالحات أو تتنازل عن بعض القرارات القديمة بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في الأيام الماضية تعتبر هذه الفترة فترة إيجابية جدا برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن أو أثناء تنقلاتكم حاولوا كمانكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم بيسجلك لقاءات مهمة أو اتصالات مفيدة بتجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح أو ضروري خلال هاي الفترة والفترة المقبلة إنك أنت تضبط أعصابك في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول إنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك ولا تفرض رأيك هاي فترة مناسبة للسفر واللاستثمار ولا للأمور العائلية برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقش موضوع مالي أهم إشي إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحاول إنك تحدد أهدافك في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر بتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون اليوم مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بتكون إما بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد الفترة هاي بتحمل معها حماسة ووضوح في الأفكار حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شي إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب حاول برضو إنك ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن اليوم تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية يعني أمور بتطلب منك إنك تكون منتبه برج الميزان بما إنه الآن موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فما زالت الأمور بتطلب منكم الانتباه جيدا لصحتكم لأنه التعب رح يظلم سيطرة عليكم لغاية ساعات الصباح ممكن تفكر في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء ممكن تحمي نفسك من المحتالين اليوم بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية تعتبر هاي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وعلى نفسيتكم في ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة أهم شيء إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بيجوز إنك تتجنب إخذ قرارات بتكون لمصلحتك بالفترة هاي دون فترة خلو المسار في ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاول إنك تحللوا الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف بالارتجالي تركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان يعني تنجزها بالكامل في ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء أهم إش إنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمع إن بالك لأنه اليوم ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب ولكن الأهم إنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن أو على الشوارع المفتوحة اندفاعك وحماسك رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك ونشاطك الواضح بتطمع إن خواطرك وبتختفي هواجسك وهي تعتبر فترة إيجابية جدا أهم إش إنك ما تضيع عليك الفرص في ساعات الصباح بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة أهم إش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع رغم إن الفترة هاي فيها بعض القلق وبعض التوتر اليوم بتتفحصوا حساب مالي مشترك أهم إش إنكوا تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية بدك تحاول إنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وحاول إنك ما تهمل ملف معين أو قضية معينة أو أوراق قانونية أنت بحاجة للتركيز فيها لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشغله في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرى على رفض أي شيء ما بيناسبك أهم شيء إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر تعتبر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو حتى لسفر برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاتكم سواء في العمل أو العاطفة أهم شيء تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة بتحتاج للتركيز فعشان هيك بتشعر بنوع من أنواع الضغط الكبير وممكن الأوضاع تكون صعبة عليك في فترة ساعات الصباح بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء إنك ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك ممكن اليوم تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار طبعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم شكرا لكل الأشخاص اللي بيدعموا القناة طبعا بلايك وكومنت بتشجيع برأي بفكرة بدعاء بإيش مكان شكرا لكم جميعا واللي بيدعموا منتسبين للقناة شكرا لهم شكر خاص وداعمين من وراء الكواليس طبعا شكرا للجميع هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر